السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قناة ميد ان الگيريا قبل ان نبدأ اتمنى ان تضغط لايك للفيديو واشتراك في القناة ليصلك كل جديد ان شاء الله يبدو ان ايمال عودة المنتخب الوطني الجزائري الى كأس العالمي الذي سيجرى في قطر ما زال باقي خاصة بعد الضغط الكبير على الفيفا من اجل طرد منتخب ايران من مونديا القطر حيث يواجه الفيفا ضغوط من الاتحاد الاوروبي وحقوق لنسان يطالبون فيها بتعليق عضوية ايران ومنعها من المشاركة في مونديا القطر الجدير بالذكر ان منتخب ايران يقع في المجموعة باء والتي تضم كل من منتخب انجلترا وامريكا ومنتخب ويلز وتداولت صفحات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بسرعة خاصة بعدما اقصي المنتخب الوطني الجزائري بعد ظلم من الحكم غسامة ترجمة نانسي قنقر